شارك سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله نعيمي وزير الإعلام في اجتماعات الدورة العادية 17 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقيدت أمس في العاصمة المغربية الرباط بمشاركة أصحاب السعادة وزراء الإعلام أعضاء المكتب التنفيذي الذي يضم كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وتونس والجزائر وجمهورية القمر المتحدة ولبنان والعراق واليمن والمملكة المغربية وجاءت مشاركة البحرين في الاجتماع نظرا لاستضافة المملكة أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العام المقبل وأكد سعادة وزير الإعلام على أهمية الموضوعات التي ناقشها المكتب التنفيذي للمجلس في إطار متابعته لجدول الأعمال والقضايا التي سيناقشها مجلس وزراء الإعلام العرب خلال دورة العادية الثالثة والخمسين التي ستعقد اليوم بما يسهم في الارتقاء بمسيرة التعاون الإعلامي العربي المشترك ويعزز من دوره في دعم مختلف القضايا العربية وقال سعادة وزير الإعلام إن مملكة البحرين تول اهتماما كبيرا بدفع مسارات التعاون العربي المشترك على كافة الأصعداء خصوصا التعاون الإعلامي لما يطلع به من مسؤولية كبرى في تعزيز دعائم الأمن القومي العربي وترسيخ الهوية العربية ومجابهة مختلف التحديات التي تواجهها المنطقة عبر التنسيق والتعاون المشترك وذلك إيمانا منها بأنه الخيار الأمثل للنهوض بالمكتسبات التنموية والحضارية العربية وأعرب وزير الإعلام عن تطلع مملكة البحرين للإسهام بشكل بناء من خلال عضويتها في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في دفع الجهود الرامية لتطوير العمل الإعلامي العربي المشترك في ضوء ما يشهده من تطورات متلاحقة اشتركوا في القناة